السلام عليكم ورحمة الله شوكم طلاب يا رب تكونوا بصحة وعافية نستكمل محاضراتنا لمادة الوايا والنظري مرحلة الاولى قسم تقنيات المختبرات الطبية كلية المصطفى الجامعة محاضرتنا اليوم بعنوان عن اليست او الخمائر احنا اخذنا الفطريات وقسمناها وصنفناها بالمحاضرة السابقة هسه هنحكي عن الخمائر الخمائر مثل ما ذكرت بالمحاضرة السابقة هي عبارة عن يوني سيلولر او وحيدة الخلية فهس رح نجي ناخذ مثل مقدمة صغيرة عليها هي عبارة عن خلية واحدة او مفردة الخلية تنتج الخلايا البنوية عن طريق التبرعم البدنج او عن طريق الانشطار الثنائي they differ from most fungi which grow as a thyroid like hyphae but this dissection is not fundamental is not fundamental one because some fungi can alternate between yeast face and hyphal face يعني احنا عدنا بعض الفطريات هتنمو وتكون لخيوط لكن هاي مو كلها واساسيها هي عبارة عن خيوط بعضها ايضا ممكن انه يتخذ شكلين او فيسين face face yeast الخمائر و face hyphal depending on environmental conditions اذا عنا شنو حيعتمد انه هو yeast له hyphal على الظروف البيئية المحيطة بيها انا عنا ما ادعى احط شي عليست نفسها يعني الخميرة نفسها تقدر انه تبقى just yeast او اذا الظروف البيئية غير ملائمة هتصير hyphal تتخذ الفيس hyphal or hyphal face زين such fungi are term dimorphic اذا نش رح نطلق على مصطلح على هذا النوع من الفطريات هنطلق عليه dimorphic ثناء الشكل with two shapes شكلي مختلفين and they include several that causes disease of the humans وهذه حتسبب لي عديد من الامراض للانسان زين here we consider several examples of yeast and dimorphic fungi هنطلق امثلة عن اليست بصورة عامة وعن الثنائية الشكل the common baker's yeast saccharomyces superficia خميرة الخبز اللي هي اسمها العلمي هذا الاسم العلمي تحفظوه saccharomyces superficia مثل ما بلغتكم بذيك المحاضرة او نبهتكم انه اذا اجيبكم الماتشنج او سؤال اختار من الصف ما يناسبه من العمود اجيب فقط كلمة baker's yeast saccharomyces superficia فانت تعرف خميرة الخبز اريد الثنائية الشكل اريد الثنائية الشكل هناخذ مثال عليها اللي هي candida albicans اذا ثنائية الشكل هي candida albicans اذا اريد مثال على single face عدنا saccharomyces superficia وعدنا الكريبتو كوكاس نيو four months اذا اجيب لك كلمة dimorphic fungous واجيب لك كلمة candida albicans بهذا سؤال الماتشنج او سؤال اختار بنصف ما يناسبه من العمود حتى تفتم رأسا وتختار which can be a significant pathogen of a human تطيني اصابة جدا ضارة للانسان يستغرو typical in most environment where there is a plentful supply of simple soluble nutrients such as sugar amino acids اذا الفطريات تقدر تنمو باي باغلب البيئات فقط تتوفر لها المواد الاولية الاساسية مثل المواد الذائبة او السائلة المواد المغذية مثل السكريات احماض الامينية مباشرة رح تنمو for this reason they are common on leaf and fruit surface no roots and virus types of food اذا احنا رح نشوفها موجودة بكثرة على اسطح الاوراق الفواكه لا تمتلك جذور وموجودة على اغلب الاطعمة with a few exceptions they are unable to degreed polymers such as starch and cellulose which are used by many high fall fungi ما عدا لبعض الاستثناءات القليلة اللي ما رح تقدر انه تكسر او تحطم البوليمرات مثل مثل عندنا النشا السيليلوز هنا لان هذه رح تحتاج انه تسوي او تحتاج انه تكون عندها high fall فتكون high fall fungi هسا هسا هاي هاي كم قدمة عن اليست وشنو عندنا كم نوع وشنو امثلة عليها حرج اناخذ الكانديدا البكنز اللي قلنا عليها الديامورفك اللي تكون ثنائية الشكل اذن الكانديدا البكنز is a diamorphic fungus that grows at 37 centigrade تنمو درجة حرارة 37 it is a normal habitat in the mucosal membrane of humans and other warm blooded animals اذن هي موجودة بالمucosal membrane بالانسان وبعض الحيوانات الاخرى where it grows as a yeast figure c تبهوا لهنان عندنا هذا figure c اللي هو موجود على جهة اليسار يعني صورة c هي على جهة اليسار نشوف انه هنا هي نامية بشكل yeast نامية بشكل خمائر and causes a little or no damage هنا حتسبب لي ضرر او ما تسبب ضرر اصلا in fact it can be isolated from the mucosa of up to 50% of humans from the mouth اذن بالحقيقة احنا ممكن انه نعزلها من ضرر القليل هيكون بال skin ضرر القليل هيكون بال skin اذن موجودة بالفم موجودة بالامعاء وموجودة بالقنوات التناسلية وبالجلد هاي اربع اربع اماكن هاي اذا جبتلكم اختيارات انو وين موجودة وجبتلكم اخيارات متعددة انو اختر اكثر من اجابة صحيحة اختيارات شو نطلق عليه إذا الكائن الحي يعيش على كائن حي آخر لكن ما يسبب لأصابة نطلق عليه مصطرح الكومنسالزم أو الكومنسالز يعني المواكلة يعني يأخذ فقط بقايا المواد الغذائية الموجودة ويتغذى عليها كان بيكان باثوجينك لكن ممكن أنه يتحول إلى باثوجينك عند الظروف البيئية يعني يكون انتهازي ويختار الظرف البيئي المناسب على مواد يقدر يكون باثوجينك ويتكاثر بصورة أكبر لأن من يكون كومنسال حيكون مقيد يأخذ فقط فتاة البقايا لكن من يكون باثوجينك لا حيسيطر ويقدر يتكاثر بصورة أكثر حيخترق الميوكوزة ويسبب لأصابة وضرر بالغ هذا يحدث في حيث يحدث عندما يتحول عوامل المسببة يحدث عامل الموجودة على مواد يتكاثر يتحول من الموضوع من باكترية الموجودة النقطة الثانية ممكن انه نعرف انه على الجلد اكوبكترية بكترية افريوير نورمال فلورا موجودة بكل دائر مدائرنا موجودة بكل الأسطح نورمال فلورا يعني موجودة بشكل طبيعي لكن تنتهز الفرصة وتكون ممرضة نفس الشيء الكانديداء قلبك تتخذ الفرصة ستصير منافسة بينها وبين البكترية فهنا اذا شافت نفسها ان البكترية استغلت على المواد الغذائية فهي راح تحاول ان تنتهز الفرصة وتكون هي باثوجينيك اذا هذا سبب ثاني انه يخليها تكون ممرضة انه تنهز من المنافسة او منافسة طبيعية بينها وبين البكترية على مون تقدر تحافظ على نفسها زين ثاني يست ثاني يستسيل سباراوت هايفال غروث او تغروث اهنانا بالشكل دي حيكون شوفوا عندنا صار عندنا هايفال غروث او تغروث صار عندي هايفات which locally penetrates the mucosal membrane causing irritation and shading of the tissue خلاص اخترقت الميوكوز الممبرين وسببتلي تهيوج واصعابة candida albicans is opportunistic pathogen and one of the best example of this disease termed thrush a white عفوا speckling of the tongue you and the back of the throat اذا هنانا candida albicans هي عبارة عن ممرضة انتهازية واحسن امثلة عليها انه هذا الاحمرار ردي تشوفوه هنا البقع البيضاء اللي منتشرة بداخل الفم وعلى اللسان هي هاي سببها candida albicans the common is a newborn babies perhaps resulting from the passage through the infected birth canal ممكن ايضا ينتشر بالاطفال حديثي الولادة نتيجة لمرورهم عبر قنوات الولادة عن طريق الفجاينة فمن راح يخرج البيبي والفجاينة ملوثة بالcandida albica الطفل حيصاب بcandida albica وايضا يكون انتشر على جسمه it is also common in AIDS or in AIDS patients and people who have and prolonged occurs of the antibacterial therapy reducing the normal resident bacterial population ايضا منتشرة بالناس اللي منعتهم قليلة مثل اصحاب مرض الايد مرض نقص المناعي وايضا يكون موجود او ينتهز الفرصة اذا نتيجة للناس اللي تاخذ كورسات طويلة من antibacterial therapy او المضادات الحيوية فهنا ممكن ايضا انه تتنشط الcandida albica وسبب انها اصعابة الهنا خلصنا الcandida albica نجي على sacromice surfaceia اللي هي خميرة الخبز شوف خميرة الخبز هذا شكلها بالفجر A is the budding yeast used for bread making نستخدمها كاستخدام عادي بالتحضير الخبز where the carbon dioxide produced by growth in the duff causes the bread to rise حيث تسمح لي الانتاج الاثاني اوكسيدي كاربون ومن ثم انتفاق العجينة او ارتفاع العجينة essentially essentially عفوان similar yeast but now given different species names are used to production of beers wines and other alcoholic drinks they face contrast micro graph shows the cell in figures stage of budding their buds are small at first but enlarged progressively and eventually separate from their mother cell by formation of the septum septum عفوان cross wall شنو هذا الحج اللي حجيته على التضاعف بالبواسطة البدنج اهنا نحوضحها هيكون اوضح هذي عندنا الي السيل developing bud البرعم بدأ يتطور new bud صار عندي نقطة ثالثة صار عندي برعم جديد والنقطة الرابعة chain of buds هيصر عندي سلسلة من البرعم شوفوا هنانا واضحة تشوفون هنانا اكو سلسلة و اكو مفرد هاذي السلسلة و هاذي المفرد و اكو بعضها داي يبدي يسوي برعم جديد نهنانا خاصة محاضرتنا ان شاء الله يا رب نشوفكم على الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته